طيب قطع ابو نايف ابا ابو مبارك الكويت السلام عليكم ورحمة الله ورحمة الله وبركاته أهلا بيك اتفضل يا تائر كيف حالك يا تائر طيب الحمد لله الله حياتي محمد الصابر محمد الصابر مثلت جواز الكذب عند الشيعة كما تدعي قرأته في فتوى الشيخ علي ابن خضير في فتوى الشيخ عبدالله من جدي في تحريم لعسرة القدم قاد ولهذا فانه يجوز لك بتقولي لا لا براها عشان نفهم براها لنظرة الدين الاطلاعي وناجئ القويم خبت عني اكمل تخليك رجل يعني بتلمون واحد جاهل عشان نسمع عشان نسمع بس انت عايز تقوليه عايز تقوليه باهدة اهدة كده وتتكلم يعني تحدث بقوة حتى يصل اه كلامك الينا تفضل من الاول عيد من الاول نعم هذا قياس علي ابن الخضير علي ابن الخضير في فتوى فتوى الشيخ عبدالله من جدي في تحريم لعسرة القدم يقول ولهذا فانه يجوز لك الكذب والشهادة وتغنيظ اليمين لنصرة الدين الاسلامي وناجئ القويم ونصرة اقوك المسلم الصالح طيب استانى استانى سيد طارف علي ابن الخضير هذا دكتور طيب بص علي ابن الخضير هذا ليس حج عندنا وليس عندنا عالم معصوم وليس عندنا عصم لأحد كل انسان ينقض من كلامي ويرد كما قال الامام مالك الا صاحب هذا القبر محمد صلى الله عليه وسلم صح وصبت عنه في السنة الغي الاشخاص اتكلم في حاجة تانية ماذا عمر التابع الباكة قام بانه حاول اكثر من مرة لانه ان يجذب ابو غريلا لانه يجذب على رسول الله تعالى عليه وسلم عندما قال عندما قال من اكل بصله حتى كأنما ذاك ده رواية عندهم تدي بتاع البصل والبطيخ يلا اقفلوا عليه اقفلوا عليه اقفلوا على سائر ده ده سائر الدراجي ده متخصص من الروافد الذين يعني هو بيبرر يقول انه مش عارف ابن الخضير ده باح الكذب واباح غير ذلك عايزوا برر الكذب اللي بيكذبه بواحد كذب بالظرط بواحد كذب بالظرط ابو عبدالله السعودية السلام عليكم السلام عليكم ورحمكم اصلا لا يوجد زرعي شي اسمه عبدالله بن سبق طيب ناخد سائر الدراجي سائر ازاي عالتالي سائر اه يعني قطع انقطع طيب انقطع الاتصال هو قطع يعني يعود اللقاء بنا هيأتي بس عشان اسألك نسأله في الصحب والقال بيسموا الاسماء دي لي برضو نستفيد من علم سائر يعني ناخد ناخد ده 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 لحديث الدكتور الدراجي قال عن ام المؤمنين عايشة انها كفرة حكمه في الاسلام حكمه كفر نعم طيب يعني من يكفر ام المؤمنين من كفر مسلما فهو كافر من قال اخيها كافر رجع بها احدهم باء به احدهم نعم ها فاذا كان في ام المؤمنين عايشة التي برأت من الله عز وجل والتي نزل فيها ما نزل من الثناء عليها في كتاب الله تعالى ورسول صلى الله عليه وسلم ثم يقول كافر وهو يعني هذا امر ليس عجيبا انت رأيته في من قال هنا بالنسبة للصحابة الانصار قال كفار المهاجرون قال كفار اولا المجوسي مؤمن هذا رأينا في احد المعممين بهذا العمامة هل يجوز تلقي تليفونات هؤلاء فقط يجوز تلقي تليفونات هؤلاء والنقاش معهم بعد ان اثبتوا كفر ام المؤمنين وبالتالي باقوا بها يعني انا اذا كان التليفونات والمناقشة ليسمع الناس ليسمع الناس طيب ناخد سائر الدراج السلام عليكم وعليكم السلام احمد الله وبركاته حياة من الله تفضل حياة من الله طيب اولا طبيلة الشيخ طبعا حقيقة انا انتبهت لكلام جيد وخاصة في موضوع عصير ومعادة ما يودي الى اثارة العاطفة ولكن حقيقة طبيلة الشيخ انا انتبهت في صحيح البقاري في بعض الجهاز والثير في البلد والحمار انه يقول حدثني عن كنتو عن معاد رضي الله عنه قال كنتو رسل النبي صلى الله عليه وسلم على حمار يقال له عصير فقال يا معاد احنا نستدري حق الله على عباده ومع حق العباد على الله فقال الله ورسوله واعلم قالתי ان حتى الله على العباد ان يعبدوه ولا يتركو به شيء حق العباد على الله ان لا يعبدو بل لا يتركو به شيء الشاهد volatile الشاهد يسائر كعقولكم الخارفة الشاهد ايه تفضل يا سائر طيب دعني اكمل دعني اكمل لن تكمل قل للشاهد انت الغي انكمنتوا بجهلكم ويعني زندقتكم رويتم عن حمير قال عفير عن ابيه عن جدي عن جديه الاعلى فاخد بالك انت هل انت نفيد ده ثم اثبت انه عند السنة الاول ان فيلي انكمنتوا ما روتوش عن الحمير ثم بعد ذلك ندند فيما قاله البخاري المسلم وتجذب علينا كما تجد بتفضل رويتم عن الحمير ام لا تروا اسمع كلامي رويتم عن الحمير ام لا نعم نعم موجود الرواية خلاص يبقى لا 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 نسمع الى من يصدق رواية الحمير اغلقوا الخط عن سائر ولا تستمع اليه فقد قال الشيخ عن انه من كفر ام المؤمنين فهو كافر هذا الرجل لا يتصل على القناة مرة اخرى هل دافل بخير يا سعادة الدكتور حمير سبحان الله نقول له عندك رواية الفولدية لا ينفي الرواية اولا نحن نريد ان ينفي الرواية اولا لا دا ثم يقول عند السورة زي مثلا يقولون بتحريف القرآن يقول ما انتو عندك في البخاري تحريف القرآن انفي التهمة عن نفسك اولا ثم ثبتها عليك انما لا التهمة سابتة كده يعني طالما انه قالك عندك في البخاري اذا انه اعترف بتحريف القرآن نعم تفضل دكتور انا اسف لان انا حد معاب بعد ان اعلنت فيه فتوى انا بس اردت ان تأخذ الفتوى لانه قال في حلقة للشيخ خالد الوصابي سأله شيخ خالد قال له الامنا عائشة محضت الكفر محضن ام محضت الامان قال محضت الكفر محضن وهي كافرة ها ده سابتة نفسك نعم